اشتركوا في القناة معنا قصة جديدة النهاردة أختنا هنا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ليا أربع أشهر مدومة على سورة البقرة أربع شهور بتقرأها بنية الفرج نعم هي حطة نية من الأفضل أن نحطها بنية رضا الله بس هنشوف إيلا حيحصل معها أختنا بتقول المشكلة اللي عندها أن أخوها كان بالمرحلة الثالثة من السرطان الله ما أحفظنا وعنده ورم بالمخ عمل عملتين ربنا شفي عمل عملتين وبعدين اكتشفنا أنه مريض عنده سرع وكل فلوسنا اللي كانت معينا راحت والمستشفيات نصبوا علينا بس استمرت على قراءة سورة البقرة انتظمت على قراءة سورة البقرة حتى حفظتها والحمد لله اليوم وأنا أقرأها وربي شاهد على كلامي كان فيه مطر كتير وبعدين صرت أبكي وأدعي ومرت تقريبا ساعتين كان أخويا في المستشفى ما صدقت لما أمي ماما كلمتني تقول تقول لي أخوكي ما فيهوش سرطان بس هو محتاج يعني هو كان عنده مرض سرطان والحمد لله ربنا شافاه فمش خطر في التشخيص هو كان بالفعل عنده بس المرض الحمد لله ربنا سحبه من جسمه لما عمل التحليل المرض تلاشى من جسمه بس هو محتاج إن هو يستمر على الكيماوي إن هو يعمل كيماوي كمان مرتين وبس ومراجعة كل 3 شهر يروح يرجع مع الطبيب يتأكد إن السرطان ربنا يحفظنا ويحفظكم ما رجلهوش تاني بتقول بكيت من الفرحة لدرجة إني طلعت من السيارة أبكي وأضحك يعني في عمدها حالة يستريم مش قادرة يعني تفرج الله يعني مش قادرة تستعر يفرج الله إن اللي حصل ده أخوها شوفي تماما الحمد لله فالأخت هنا بتقول دوموا على قراءة سورة البقرة بنيت إن الله سبحانه وتعالى يعطيكم ربنا يديكم كل خير ولا تشيلوا هم المستقبل لأن الله أعلم بحاجتك ربنا أعلم بحاجتنا كلنا منك نفسك يعني ربنا عالم بحاجتك أكتر منك أنت شخصيا أدعي الله سبحانه وتعالى يفرحكم ويرزقكم في الدنيا قبل الآخرة دي كانت الحاجة اللي معينا النهاردة حبيت إن أنا شارك بيها يا جماعة الخير أتمنى إن شاء الله معنا قصة تانية إن شاء الله بكرة حاول إن أنا غطية أتمنى إن شاء الله إن الكل يكون مستفيد معينا بشكر الجميع على انضمامكم من القناة هنا وعلى الشير وعلى الاشتراك وأن أنتم بتتبعونا وبتهدموا وبتعلقهم فأنا بشكر الجميع على التفاعل ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشوفكم على خير إن شاء الله أختكم في الإسلام رانيا الجندي السلام عليكم